أهلاً بك سيدي أهلاً وسهلاً أستاذ مالك شكراً لك وأسعد باستضافة سيد عبدالهدي مهني رئيس المنتدى الجزائري للتجارة والأعمال أهلاً وسهلاً أستاذ مالك شكراً على الدعوة شكراً لو نبدأ معك سيد أحمد أبو بكر إذن قانون النقد والقرض ينتظر منه الكثير وفي المرحلة المقبلة سوف يطرح على البرلمان من أجل المناقشة والإطراء هل يعلم نواب البرلمان مدى أهمية هذا القانون بالنسبة للاقتصاد الوطني وهل لهم حقاً ربما لهم الرغبة في تصويبه نحو الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم شكراً أستاذ مالك من جديد على الدعوة ولك كل شكر لأستاذ رضا والضيف أستاذ مهني ولكل متابعي قانون النهار للغراء في هذا الموضوع موضوع قانون النقد والقرض سمحني أقولك أستاذ مالك حنابرك ليس فقط جاهزون للإدلا كنا كان البرلمان الجزائري بالمختلف النواب خاصة البرلمان الحالي للعهدة الشريعية التاسعة من أكثر المطالبين بضرورة تحيين هذا القانون الذي يعود إلى أكثر من ثلاثين سنة واثنين وثلاثين سنة وطبعاً الحديث عن إقلاع اقتصادي في إطار الإصلاحات العميقة لدولة الجزائرية والتي تبنىها السيدة الرئيس الجمهورية مشاء قانون الاستثمار فاندو ديزويت مشاء قانون ليس بعيداً رانا غدوة إن شاء الله بصدد المصدقة عليه واللي هو قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل يبدو بعيداً ولكنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا الموضوع لأنك نتكلم على قانون النقض والقرب نحن نتكلم على ضرورة إصلاحات عميقة في المنظومة المالية والمصرفية التي هي ركيزة مهمة جداً في إصلاح المنظومة الاقتصادية ككل فالجزائر ربما في هذا المجال وسيدة الرئيس الجمهورية الإصلاحات في هذا المجال معتمدة على محورين اثنين المحور الأول اللي هو بعث التنمية الاقتصادية المحلية من خلال فعل تحفيزي للاستثمار والمحور الثاني هو الانفتاح والانخراط في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية سيد الرئيس تكلم حتى وهذا يعني مكسب كبير على طموح ومساعي الجزائر للانخراط في منظمة البريكس والذي إن شاء الله سيكون بإذن الله خلال سنة 2023 قانون النقض والقرض 9010 كما يدل الذي يعني يطاب لي في 14 أبريل من سنة 1990 إذن لما نتكلم على 32 سنة كان الكثير من الأمور تطورت كأن كثير من الأمور تغيرت وإحنا اليوم أمام كما قلت تحدي اقتصادي كأن سياسة مالية تحينت بجاقانون المالية الحالي أنت 2023 أنجز أو أنشئ أو أعد من خلال منظومة وقانون عضوي جديد إذن السياسة المالية قد تحينت تحيين السياسة المالية لن يكون نجعا ولن يكون عمليا إلا بتحيين السياسة النقدية والذي يحين السياسة النقدية هو قانون القرد والنقد المصرفي الذي يعني كما قلت ينتظره الكثيرون واللي الحمد لله رهجاء بالأمس مجلس الوزارة كان قد صادق عليه وسيأتي ربما للبرلمان وما يميز ربما هذا المرة هذا التعديل ولا هذا القانون الجديد لأن لما نرجع القانون 9010 طرأت عليه عديد التعديلات ابتداء من القانون 01-01 ثم 03-11 مرسيم رئاسية وكانت عبارة عن مرسيم رئاسية يعني انتهاءا بالتعديل انتع 2017 أو الأمرية الرئاسية 2017 لكن ما يميز هذا المرة أن هذا التعديل جاء أو سيأتي شاملا رقم واحد وثانيا سيمر بالإطار الطبيعي للقوانين اللي هو العرض على البرلمان بغرفته وبالتالي سيكون مجال للنقاش وللتشاور وللإطراء وللشفافية لأن هذا القانون الذي يبتغي الوصول إلى هدفين اثنين الرقمنا وتعزيز الصيرف الإسلامية يتطلب طبعا قبل الخوض في موضوع الصيرف الإسلامية نعود إليك وكرة وقفنا عند أن قانون القرد والنقد وتعديله يعتبر عصب الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة لو ننتقل إليك سيد عبدالهدي مهني رئيس منتدى الجزائر للتجارة والأعمال طبعا بالحديث عن إقامة مشاريع واستثمارات بالجزائر يجرى الحديث عن حركة رؤوس الموال لأنه الكثير من المستثمرين الأجانب في الجزائر كانوا يتسألون في وقت سابق عن كيف تحويل رؤوس أموالهم هل لقانون القرد والنقد ربما دور في هذه النقطة من الله الرحمن الرحيم شكرا الموصول إليك الأستاذ المال أستاذ رضا والضيف الكريم نعم قانون النقد والقرد له أهمية كبيرة في تحويل رؤوس الأموال خاصة للمستثمرين الأجانب الشيء اللي كانوا متخوفين فيه الأمر كذلك قانون تعديلات المقترحة لقانون النقد والقرد اللي جاءت شاملة وتتمشى مع تتمشى مع الاستراتيجية الجديدة للاستثمار والمالية يعني قانون القرد أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين وتشجيحهم على إدخال العملة الصعبة إلى الجزائر بطرق قانونية ويهدف كذلك إلى الحد من القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة وذلك بكل ضمانات شكراً إذن عود إليك أستاذ أحمد بوبكر الحكومة تتاجهم في لاوينة الأخيرة نحو الصيرفة الإسلامية لكن الكثير من الجزائرين يعلمون أنه لا يوجد قانون منظم لصيرفة الإسلامية إنما هي عبارة عن مرسيم تنفيذية ومرسيم رئاسية ماذا سيعطي قانون القرض والنقد في هذا الجانب بالنسبة للصيرفة الإسلامية نعم أستاذ مالك في هذا النقطة بالذات كان الموضوع الصيرفة الإسلامية ربما قد نتفق نتفق جميعاً بأن أحد الآليات الهامة التي منتظر الاعتماد عليها من أجل استقطاب الكتلة النقدية الكبيرة والهامة التي يرى في السوق الموازية نقول كين سوق الموازية معناها كين نخل الاقتصاد الوطني الرسمي من بين أهم الآليات نظراً لكثير من الاعتبارات مرجعية هذا الشعب الجزائري المرجعية النوفمبرية المرجعية الالدينية الإسلامية إلى آخره تجعل من هذا المحور محور الصيرفة الإسلامية من أهم المحاور التي بها نقدر نجلب هذه الكتلة النقدية في السوق الموازية كين مراسيم تنفيذية نعم أحدهما في 2020 الثاني في 2021 لكن عملياً باش نكونوا واقعيين وموضوعياً ما قدرناش نجيبوا هذه الكتلة النقدية أو استقطاب هذه الكتلة النقدية بكل صراحة سوق سكوره موجود ولا ينكره أحد إذن كمثال يجرى الحديث عن مكاتب الصرف وهي مطلب منذ أكثر من 30 سنة هل يمكن تجسيدها في المرحلة القادمة بالفعل في هذا الإطار بعد نكمل شوي مع الصيرفة الإسلامية ونجل مكاتب الصرف إذن الصيرفة الإسلامية قلت كبديل كبديل اليوم لما نتكلموا على عدد الوكالات المصرفية في الجزائر عدد معتبر جداً وهذا أحد العوامل اللي يخلي ضرورة تحيين القانون صدد لأننا نتكلموا عليه كين 1692 وكالة المصرفية يعني الأرضية عدد مش قليل وموضوعية وجدة منها حوالي 400 وكالة أو شباك لصيرفة الإسلامية ما زلنا نتكلموا على شبابك من 20 مصرف إذن قانون القرض والنقد اليوم رح يجي بتأصيل المرجعية القانونية للصيرفة الإسلامية لأنه ما كانت مرجعية قانونية هنا صلبة نتكلموا على مراسيم إذن هذا القانون رح يأسس لهذا الشيء تنظيم التشريعي لهذا الصيرفة الإسلامية يعني رقم واحد وثانياً هذا القانون رح يأسس لأنه كمرحلة أولوية رح يكون تزاوج أو اقترال للصيرفة الإسلامية بالصيرفة الكلاسيكية وهذا من الموضوعية لأن القوانين والأمور اللي نجحوا فيها لازم تكون موضوعية ومنكنوش مثاليين وإلا من مشوش للقدام وهذا الاقتراد رح هو يخلق شيء من الديناميكية في مسألة القروض في مسألة سندات في مسألة تمويلات في مسألة وبالتالي رح يكون شيء إيجابي على المستوى على المستوى القاري بخصوص فتح مكاتب الصرف لتاني هي أكثر من ضرورة ولازم تكون بنظرة استشرافية وعصرية لتراعي العالم المالي والاقتصادي والنهضام العالمي المصرفي المتغيرات لرنا عايشين فيه لأنه كنت نشوفه نظريا نظريا عندنا في سابق في الماضي ما أسس لهذا المكاتب من تعصير على مستوى بعض الفنادق لكن عمليا هل هي موجودة هل هي فعلا عمليا هل هي مفعلة حتى ننأكد لكثير ربما حتى من المواطنين وكذلك ما يسمعش ما نقاب به لأنها منذرتش على آليات وعلى أسس واقعية واليوم الحمد لله مع هذا القانون الجديد فيه استشراف جديد لأنه فتح هذا المكاتب بش نكونوا موضوعيين أيضا مش سهل نتكلم على حوالي خضية في السوق الموازين بش تجلبها وبش نقطره لازم شيء كبير من الشجاعة أستاذ في هذا الجانب تعمى كاتب الصرف هناك عدة مخترحات لبعض الخبرة يقول لك أنه سعر الصرف يكون بسعر السوق الموازين يعني لأنه بش تجلب الزبون لازم تعطيله تحفيزات فعلا وفي الحديث على هذا النقطة أيضا كما قلت الانتقال المالي يطلب شيء من الشجاعة الانتقال المالي يطلب شيء من الشجاعة أو الكثير من الشجاعة إذن نحن لما نقول فتح هذه المكاتب المصرفية سنتكلم على تحدي تمويلها ولما نتكلم على تحدي تمويلها اليوم نرى الظروف مناسبة لأننا نتكلم على حوالي 60 مليار دولار احتياطي صرف في نهاية هذا السنة إذن أليت التمويل وهنا نرجع القانون النقض والقرب اللي رح يعزز صلاحيات البنك المركزي أو بنك البنوك في الإشراف على هذه العمليات لازم نروحه حتى وصيد رئيس الجمهورية في الحديث على جلب أو استقطاب الكتلة المالية تفضل وقال أنا أعطي حلولا وضمانات من بين الحلول العملية هي إصدار سندات الخزينة هذا إصدار هذه السندات سيتيح أمور عملية منها استثمار في إنشاء مصانع في استثمار خدمات في استثمار سلع إذن كين حلول عملية والحديث أيضا عن ضمانات ولم يتكلم عليها السيد الرئيس الجمهورية قائد القاطرة الأولى في البلاد السياسية والاقتصادية إذن فستكون فعلا ضمانات بمعنى الكلمة خصوصا أني تكلمت في المقدمة على قانون مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار أسلحة الضمار الشامعي طيب أستاذ عبدالهدي مهني بالحديث عن الاستثمار والصادرات خارج المحلوقات يعني نحن نتعامل مع أسواق خارجية أجنبية لديها مفاهيم أخرى في الاغتصاد الوطني قانون القرد والنقد يتضمن مواد تنظم أو تستحدث البنك الرقمي يعني تعاملات رقمية خدمات عن بعد وخاصة أن الجزائر سوف تتجنح وتكتل في مجموعة اقتصادية كالبريكس وغيرها كيف يمكن تعميم أو تجسيد هذا المقترح من أجل تسهيل عملية ولوج الأسواق الخارجية بكل سهولات مالية يعني الجزائري عند التوجه إلى أي سوق خارجي يجد صعوبة في التعاملات المالية ليس هناك بنوك جزائرية في الكثير من البلدان كيفية التعامل ماليا نحن ربما بين قلة قليلة من البلدان التي نتعامل بسهولة مالية النقدية يعني كل البلدان تتعمل بطاقات وبطاقات اهتمان وغيرها كيف هو السبيل التي تجسيد ذلك تعديلات المقترحة في قانون النقد والقرض في سنة 2023 يعطي سهولة أكثر للمتعاملين الاقتصاديين خارج الوطن وذلك لتحويل أموالهم بالنسبة للشركات المصدرة التي تريد تفتح مكاتب مكاتب خارج الوطن يعني لا نحشر كل الشركات معناتها إلا الشركات الكبرى مثل الخطوط الجوية الجزائرية مثل سوناتراك مثل الشركات الكبرى لا نستطيع إدراج المصدرين ذات رأس مال صغير في فتح مكاتب خارج الوطن ثانياً استحدث العملة الرقمية الرقمية كما استحدثتها الصين والهند والإمارات رايح تكون سهولة أكثر سهولة أكثر في زية زية إدخال العملة الصعبة للوطن والقضاء على السوق الموازية في العملة الصعبة سيد أحمد أبو بكر قبل قليل كنت كلمت على أنه قانون القرض والنقد يعني هو سهل مفعول منذ 1990 ولكن هناك أمر بإلغائه الأمر 0-3-11 في سنة 2003 وعدل وتمم في سنة 2010 يعني أجريت بعض التعديلات عليه يعني لا نسير بقانون منذ 1990 هناك بعض التعديلات حتى نصحح للمشاهد الجزائري لأنه هناك عدة تصحيحات وقعت على قانون القرض والنقد فعلا فعلا أستاذ مالك لكن نقول للأسف بين قوسين لأنه كنت نشوف الجوهر هذه التعديلات التي أحدثت على هذا القانون 2001 2003 2008 2009 2010 نلقوها كما قلت محدودة جدا وفي الجوهر نتعها وش كان الهدف هو سلب سلطة القرار للبنك المركزي القرار النقدي سليبا من البرك المركزي وكان ووسعا ولا تمد للجهاز تنفيذي وهذا الشيء اللي ربما يجي درك في قانون النقض والقرار الحالي وفي مشروع القانون لاستدراك هذا الشيء لأنه اليوم كما قلت باش نكونوا مندمجين في منظومة اقتصادية عالمية دولية سياسة المالية للحكومة ولكن سياسة النقضية للبنك المركزي نحن نسميناها بنك البنوك اذا ما لازم سرقة تسمية فقط لازم يمارس كل الصلاحيات وتحمل كل المسئوليات ما هيش مسئولية الحكومة هو مؤسسة مالية سيادية تخضع للسلطة العليا اكيد ولكن كتقسيم ادوار وممارسة القرار النقدي خاضع للبنك المركزي والاشراف والعلاقات مع البنوك المتواجدة الداخلية او البنوك الاجنبية انهم متوجهين الى مستمرين اجانب الى اخره لازم البنك المركزي يلعب دوره في هذه العلاقة وفي تقطيرها وفي متابعتها وخصوصا تحيين تحيين الية الرقابة وتحيين الية دراسة او استشراف المخاطر وهذه مهمة جدا لازمني يكون عندي لو دياغنوستيك نتعى المخاطر مبكر اندياغنوستيك بريكوس موش حتى البنك يغرق نتكلم مثلا وهذا شين تم منه ثمنه السيد الرئيس وهو انجاز فروع بنكية بالخارج على اساس فرع خطوة تسبق خطوة التعديلات قانون القردون قانون القردون على غرار فرع اللابيوة في فرنسا على غرار ثلاث فروع اخرى في السينيغال وفي موريطانيا وفي النجر وهنا دعني يعني نشيده بالسياسة الحكيمة مكونوا موضوعيين نعم قبل الاستمرار في هذا النقاش نضكر المشاهدين انه قانون القرد والنقد ألغي بأمر سفر ثلاثة أحد عشر في سنة الفين وثلاثة وعدي لو تمم في سنة الفين وعشر وقبل الاستمرار في هذا النقاش فاصل اشهري نتوقفنا معك أستاذ أحمد أبو بكر عند أنه قانون القرد والنقد ألغي بالأمر تمم في سنة الفين وعشر كما أن سياسة النقدية وأدواتها من صلاحيات البنك المركزي وفقط بالإضافة إلى أن أدوات السياسة النقدية والبنك المركزي ضمان أدوات الدفع ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية معك سيد عبد الهادي مهني إذن هناك مطالب لدى الكثير من المتعاملين الاقتصاديين بأنه تمكينهم من فتح مكاتب خاصة بشركتهم في دول التي يصدرون لها هل هذا الأمر يعتبر أولوية في المرحلة المقبلة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين نحكي على الشركات الكبرى مثل كبار المصدرين سواء في الخضر والفواكه أو في المواد التابليط إلى آخره لابد من فتح مكاتب لتمثيلهم في البلدان الأجنبية وخاصة الدول الإفريقية التي نلتمس فيها نقص كبير في البنوك لذلك هذا الأمر سيكون يسهل ويسرع في عملية تحريك رؤوس الأموال وتقليص الفترة الزمنية التي تحد البنك للتوطين البنكي لأكثر من ثلاث أشهر لدخول العملة الصعبة لذلك هنا يكون تحفيز كبير لهذا المصدرين أو المتعامل الاقتصادين لإدخال العملة الصعبة للجزائر هل المصدرين بحاجة إلى مكاتب لشركتهم بدول المصدرين أنه نستطيع الانتظار إلى أن تتغول هذه الشركات في الأسواق الخارجية كما قلت سابقا ليس كل الشركات أو ليس كل المتعامل الاقتصاديين أو المصدرين بحاجة إلى المكاتب إلا الشركات الخبرى أو ذات الإنتاج أو التصدير أو كميات كبيرة التي توجه بها الأسواق لأن العملية لو تكون لصغار المصدرين أو المتعامل الاقتصاديين ما يقدر يدير أكثر من أربع عمليات أو أربع توطين بنكية في العام في السنة وهذا ما يعطيش حاجة روندومون كبير مثلا مردودية كبيرة للجزائر أما الشركات الخبرى التوطين البنكي لأن عندها رأس ما كبير التوطين البنكي سيكون تقدر تقول كل 15 يوم عندها توطين بنكي عندها شاحنات عندها بواخر عندها تصديرات مثلا كما الشركات الآن شركات التي تصدر كلينكر متعاملين اقتصاديين إسمنت والحديد وغيره الإسمنت والكلينكر المادة الأولية في تصنيع الإسمنت لأن آخر حمولة أو أقل حمولة التي يقدر يصدرها المصدر هي 25 ألف طون بمثابة باخيرة متوسطة يعني هذا لازم التمثيل أو المكتب التمثيلي في الحارق في اللوب الإجراءات الإدارية والإجراءات الشحن والنقل وغيره سيد عبدالهادي مني رئيس المنتهد الجزائري للتجارة والأعمال شكرا لك على قبول الدعوة سيد أحمد أبو بكر عضو لجنة المالية والبرلمان شكرا لك على تلبية الدعوة مستمرنا معكم مشاهدين في أشأن المالي حيث يعود من حين إلى آخر الحديث عن موضوع فتح مكاتب الصرف في الجزائر ليتصدر ساحة النقاش